اشتركوا في القناة في مصر بكل امكانياتها الى جانب مملكة البحرين ضد كل ما يتهدد امنها واستقرارها وقال ان امن البحرين من امن الخليج وامن مصر جزء لا يتجزأ من امن الخليج وبصفة خاصة مملكة البحرين من جانبه اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تمثله جمهورية مصر العربية الشقيقة من ثقل سياسي على المستويين العربي والاقليمي وبما تبدله قيادتها ممثلة في فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من جهود على صعيد تعزيز التكامل والدفاع عن قضايا الامتين العربية والاسلامية مشددا سموه على ان استقرار مصر هو استقرار للامة العربية متمنيا سموه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومته مزيدا من النجاح في تحقيق الامن والاستقرار لمصر وشعبها واشاد سموه بالمواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية في مساندة مملكة البحرين والوقوف الى جانبها في كل ما يتعلق بالحفاظ على امنها واستقرارها وقال سموه ان ذلك ليس بغريب على مصر التي تقف دائما لجانب اشقائها في مختلف الظروف ودع سموه الى العمل سويا في كل ما يعزز امن واستقرار البلدان وشعوب العربية وقال سموه يجب ان تكون مواقفنا صلبة وان لا تلين لأي تهديد من اي طرف كان واكد سموه ان المنعاطف الدقيق الذي تمر به الامة العربية يحتاج الى وحدة الكلمة في التصدي لاي سياسات تسعى الى التفريق وتقويض الامن والاستقرار في الدول العربية وانوه سموه الى اهمية تعزيز مثل هذه الزيارات واللقاءات بين المسؤولين من اجل تنسيق المواقف تجاه كافة التحديات التي تمر بها المنطقة ويعزز من قدرتها على السير في طريق التنمية بمختلف ابعادها وانوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في هذا الصدد بما قدمه ابناء الجالية المصرية خلال سنوات طويلة من خبرات في مجالات التعليم والصحة والقانون وغيرها والتي كان لها اسهامها الكبير في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها مملكة البحرين مشيرا سموه الى انهم يحضون بكل الرعاية والاهتمام والتقدير من جانبه اعرب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على اهتمام سموه بكل ما من شأنه تقوية اواصل العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين مشيدا بمواقف سموه المؤيدة والداعمة لمصر وقال انها مواقف معروفة ومشهودة ولن ينساه الشعب المصري وانوه بحكمة وحنكة سموه ومبادراته العديدة من اجل الوحدة والتضامن العربي وقال ان سموه من حكماء العرب ومواقفه معروفة وحرصه على دعم اي تجمع مخلص يعمل من اجل الامة ووحدة الصف العربي واشاد بما يتمتع به الشعب البحريني من خلق رفيع وطيبة في تعامل ووطنية واخلاص مؤكدا ان مواقف شعب البحرين وقيادتها مواقف يسجلها التاريخ بكل تقدير واحترام وقال ان البحرين كبيرة باهلها ومعروفة بطيبة شعبها ووجه الدكتور علي عبدالعال الدعوة باسم مجلس النواب المصري الى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لزيارة جمهورية مصر العربية وان يحل ضيفا عزيزا على الشعب المصري الذي يكن لسموه كل المحبة والتقدير